تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم افقام ونجوم افقام تي في ويرجعنا لكم بعد الفصل والاستاذة فات الحلوة مدربة النمور والأسود والحيوانات المفترق والتعبين وشحف ايه وحاجة طيب عايزين نبتدي الأول بحطة كده صغيرة عن تاريخ السرق السرق الحلو اتقص السنة 1889 حسب المعلومات اللي عندنا ارجوكي لو المعلومات فيها اختلاف بلغيني ابتدى بانه اشترى فيل من سرق ايطالي كان جايبه الخدوي اسماعيل هيجيم كان اسمه الراجل ايطالي ده كان اسمه هيجيم واشترى منه فيل صغير ابتدى يدربه في بداية قرن العشرين يعني اللي هو 1901-1902 دخلوا اسدين ده البداية خالص عيلة الحلو بقت زائعة الصيد في هذا المجال وكان السرقي بلف كل المحافظات ولذلك الملك فاروق وصلت شهرة شهرة حسن الحلو اللي هو المؤسس لا المؤسس هو محمد علي الحلو صح كده وايام الملك فاروق شهرة كانت كبيرة جدا فالملك فاروق ادى لحسن الحلو البكوية اوكي فبقى حسن بيك الحلو واتور سرك الحلو وفقراته اه لحد ما وصلنا للسرك المصري الاوروبي ساح اه في فى ثورة بعد ثورة 23 يوليو عبد الناصر قرر انه يعمل سرك سابت فى مصر فى الأحي العجوزة الحكومة الحكومة واى وتم افتتاح مدراسة السرك سنة 62 والسرك الق Dusik ستيل. صحنا كلا المعلومات؟ اه تمام. هو اه هو طبعا انت عارف اه ده تاريخ. اه. يعني اه الحمد لله وشكر الله كان عائلة الحلو اسمه تاريخ. اسم له تاريخ. الحمد لله. اوكي. وده يشرفني اني اه زوجي الراحل ابراهيم الحلو اللي هو اه ابن الحج محمد محمد ده علي الحلو الكبير. اوكي يعني محمد. اللي هو عمي اللي هو يبقى يعني مامتي انا بهاية سعد احمد الحلو. يعني الناس عتت لغبة تقولوا انت بنت اه الحج محاسن يشرفني طبعا بس انا اه مامتي انا بهاية سعد احمد الحلو. اه الشرج الشجرة بقى بتاعت. اه محمد علي الحلو ده اول واحد. اه اه لا في الحج حاسن. وفي محمد محمد علي الحلو. والحج علي الحلو. اه بص عائلة الحلو شجرة كبيرة جدا. فبت. وكلهم في السرق. وكلهم في السرق. وكلهم معظم. اكترياتهم يعني في مثلا محمد الحلو مغني. مغني. اه بس. اه بس. وفي محمد محمد الحلو ربنا يديله الصحة. اه موجود. وربنا يخليه يا رب. ده ابن الحج محمد محمد الحلو اللي هو اسمه عام النص. اللي هو حماية. اه محمد ربنا يديله الصحة طبعا طلع بناته. اه بيشتغلوا بالاسود. طب انا ماليش يعني طب انا افرقوا من بعض ازاي لما كلهم اسمهم محمد الحلو. محمد الحلو. محمد الحلو. طب انا اعمل ليه انا طيب انا. من كتر حبنا اه في اسم العائلة. يعني انا عندي مسلا اه ماما الحجة. اللي هي تبقى ام ابراهيم الحلو. دي حماتك. حماتي. اه. اسمها كاميليا. اه. واسمها اعتمادي. يعني ليها اسمين. اوكي. فكل العائلة كل اللي تجيب بنت تسمي كاميليا. يعني انا سميت كاميليا ابراهيم الحلو. اوكي. بنتي. اه وده ببرامي الحلو. ده بقى قليل ما فيش. بس ده موجود ده موجود في العائلات العريقة. يعني طبعا اه 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 بدون ذكر اسامي عائلات معينة. بس في اسامي كتير تلاقي بيسمو على طول اسم العم والجد والعم والجد والخال. بالزبط. اه يعني كله في نفس اللي ده. طيب انا شايف ابراهيم الحلو. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني. وفاتر الحلو. يعني انتوا ولا العم. اه. يعني انتوا بتدوزوا من بعض كمان كعائلة. والله يواد. ده كان نصيب يعني انا متخرجة من اه من السيرك وكت طفلة زهيرة. حنيجي لده. اه يعني اه. تربيت بقى يعني اتعلمت منه كتير. هو اكبر منك. وولادي نفس الكلام. كان اكبر منك بدي ايه? والله يبراهيم متوفي وكان عمره صغير اتنين وخمسين سنة. كان اكبر مني حوالي تسعة سنين. اه مش كبير مش فارقيني. لا بس. طيب بس. بس. اب يعني. اب وزوجه وكل العب. الله يرحمها محاسن حلو. حاجة محاسن. حاجة محاسن كان مجاوزة من كوتا. الله يرحمها. اه. الحاجة محاسن تبقى ابنها متعة كوتا. اه يعني هي كانت مجاوزة من عائلة كوتا. اه. اه. هم تلات عائلات المشهورين اوي في السيرك. اه. اشهرهم في رأي الشخص المتواده هو الحلو. بس برضو كان في اه او مازال في كوتا. طبعا. طبعا. هم هم تلات عائلات اللي كانوا مشهورين اوي في الحياة. بالضبط. هم تلات عائلات بس هو يعني كل واحد مشهور في مانته. في حتته. يعني اه عائلتي الحلو مشهورة جدا في الخيول. في الترويد الوحوش المفترسة. اه. واول ما طلع كان عمي اول ما اسسه في السيرك. بعد كده اه يعني اه انت عارف طبعا اني بعديها بقيت الحادسة بتاعة عمي الشهيرة. هنتكلم على ده. اه. اه اه انا وقلناش هنا يعني احنا كنا في المانيا. اه انا عارف. كنت انا ولاد عمي وكلا. واخواتي. يعني كنا بالفاقرة وكنهم سمينا سيفن اسوان. اه. اسمها لعبة القفز بالارجل. ابقى ما يعني ابقى مانا اه ابقى فاتن الحلو بالاسود. بالاسود والدول. كنت معنا فقرات تانية خالص. اسمها لعبة القفز بالارجل. طيب خلص. طيب احنا دخلنا في الحتة دي. تعالوا نبتدي من الاول خلص. اه اه. فيما يخص حضرتك. فاتن الحلو. كبرت. اتولدت. لايت نفسها في وسط السيرك. صح كده ولا انا غلطة عنها. تمام. كان في مدرسة ولا كانت مدرستك هي السيرك. كنت بتروحي مدرسة. لا كنت بروح مدرسة وكان في مدرسة السيرك. اوكي. مدرسة السيرك بتعلم علوم ولا بس علوم السيرك. لا كنت بتعلم بس. علوم السيرك. علوم السيرك. فن السيرك بس. لكن احنا كنا بنروح المدرسة ونتعلم. هي كنتي مولوك كنت ساكنة فين. اه انا كنت في عبدين. اه قريبة برضي. ولي بنت خالتي طبعا فنانة الجميلة صبرين. اه. اه برضو فكنا مع بعض كلنا كنا في ارض شريف عبدين. وكلكم محاولين بعض. وكلنا جنب بعض. اصل عيلة الحلو منين? اه في اه في طنطا. اصل انتو بيد وحلوين كده. في شارك. طب انا بقى طب انا بقى مستعيد. انا مولودة في المانيا. فعلا? انا بس واحدة الحلو عمتا عيلة الحلو عمتا بيد يعني محمد الحلو المغني. اه. اه. كلهم كده وابنه برضو. ابنه جميل برضو. حميدة. يعني عيلة الحلو اصلها منين? اه. من بلاك كتيره جدا على فكرة. والت الحلو متنطورة كيف? متنطورة كيف? متنطورة كيف? يا ممكن تلاقي في لبنان. قالت الحلو. ممكن تلاقي في طنطا. وقرايبكم? اه. اه. طب. الشجرة بقى. لو قلنا الاستاذ محمد الحلو. محمد علي الحلو اللي هو اللي ابتدى الموضوع. كان من اين? اه. لا يرحمه. لا من طنطا. كان من طنطا. اه. من طنطا. لا محمد علي ما ينفعش بعمك. انا بتكلم عنه هو الف تمنمية تلاتة تمنمية تسعة وتمانين. انت قزك الحجة حسن. والد. تمنمية تسعة وتمانين. والد الحجة. وفي محمد محمد علي الحلو. ايوة محمد علي الحلو. اه. ده ابو ابو عمي النص. اللي هو محمد الحلو. انا تهد. خلص. لا لا. اللي عدو يا سيد. طب سبنا من دي. نرجع تاني. لا تولا كما. لا ما تعتوه. مش هعرف. انا تهد. خلاص. احنا بص احنا. كتير. عيلا كبيرة. ما شاء الله. وبس كل واحد متخصص لوحده. اوكي. يعني احنا اسسنا مهرجان اقوى سيرك. من جميع انحاء العالم. يعني احنا اول ما عملنا سيرك. سيركوسون ايس. ده طبعا الفضل يرجع لبنتي دهب ربين يديها الصقعة. دهب ابراهيم الحلو. كاميليا ابراهيم الحلو. هما بنتين. عندي. فالحمد الله ترابطنا. انتو عنكم مفيش فرق بنات وولاد. انتو البنات هناك. لا البنات. جدعان زي يوم زي اه. مفيش عكس ما خلفت بنتا خلفت راجل. هتعرف لما. لا لا يعني عندي بنات ربنا يحميهم يا رب. انا دهب عندي على الفيسبوك بتاعي. اه. اه. دهب. ايه. دهب على فكرة كانت جاية وتعتذر وكده بس هي يعني تعبنا شوية. ربنا يديها الصحة. وكاميليا برضو ربنا يديهم الصحة. بس هما سنة دي بقى. يعني بعد ابراهيم الله يرحمه وتوفى. ابراهيم توفى من كانسر ما توفاش من ازوت. اوكي. رحمة الله علي علمنا ازاي نبقى. شو ده. يعني او. مترابطين. كوية. اه. حب العيلة مع بعض. احنا نختلف بقى. يعني احنا انا عندي ثلاث ساركات. اسسنا بقى ثلاث ساركات. كان فيه سيرك. ايه ده هو جمع السيرك ساركات? طب. انا اول مرة اعرف ده. الله. انا عمري معرف ان ليه اصلا جمع. ازاي بقى? ساركات. زي شركة. شركة. احنا الشركة المصرية العالمية. للفنون والمشروعات الترفيه. وجمع سيرك ساركات. اه. بين كسين سيرك فاتن الحل. اوكي. يعني بسافر على طور. يعني رحت اه اه فرنسا. في منتقاللو. انا نتكلم دلوقتي فترة التفولة. اه. لا فترة التفولة كانت تسع سينين لغاية ما ستة عشرة. حداشر اتناشر. ده كان هنا. تلاتاشر كل ده هنا. اوكي. ستاشر سنة انا رحت المانيا. طيب استاني بس قبل ستاشر سنة. ربنا لا تسيقك استاني. طيب. الفترة دي ابتديتي تدخلي سيرك فعليا وتعملي اي نمرة اي حاجة امتى? اه طبعا. اني سيني? اه 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 كان عمري ستاشر سنة. ستاشر سنة. بدأت اول فقر. اول فقر. كانت ايه? لابت الكفز بالارجل يعني. يعني ايه? اه. في تلات ترابيزات كده. اوكي. وهم بينانوا عليها ويرفعوها. واحنا تلاتة فوق الرجلين. هنا كده بيحضفنا. اه بيحضفونا البعض. اكروبات على الرجل. اه. حاجة صعبة جدا. حاجة جميلة جدا. بتبين انت مقذوفة. اه. وفي راجل هو اللي بتوافع على رجلو. ايه ما شايلين يعني بقى. يعني فيه كان خالي اللي ارحمه محمد سعد. اه فيه اه معلميني برضو شاكر وحسنين عباس. اه ربنا يديهم الصحة. اه كان فيه محمود الحلو. اخوي عادل. اه سيد الحلو رحمة الله عليه. على فكرة راح منينا عملكة الكتير. اه. يعني جدا. وفيه كمان فيه ناس كتيرة اتعزت. اه. 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 سنتاشرة سنة ابتديتي بالقفز بالارجل. لحد امتى? يعني فضة قدي? القفز بالارجل رحت تلت سنين المانيا. وكانوا. يعيشت هناك. اه تلت سنين. لا كل سنة يطلبون. اه يعني ترجع تسافل وترجع. اه. اه. كانت مهرجانات طبعة الدولة لسه. اوكي. كان فيه الاول مهرجانات وبنعمل تبذر الثقافي. اوكي. نودي اه مهرجان وفقرات ويجي. وترجعت. وهما يجي فقرات من عندهم. اه لغاية بقى اه تمنتاشر سنة تسعتاشر سنة نزلت طبعا تخطبت اه. لا اه الحاج ابراهيم الارحلو. اه اول بقى. كان معاكي في السيرك. كان في السيرك هو. اوكي. لكن انا كنت الوحدي مع. بعني فقرات تانية. اوكي. اه طبعا اه هو ابن عم ماما. وكان بيجي لنا البيت بتاعه اعجب بيه. واتجوزنا يعني. اه اعملي فقرات تانية. اعملي فقرة اسمها لعبة الترابيز. عارف ترابيز دي معروف. اه. ليه اخت ربنا يشفيها ويعفيها. وققت من الترابيز اه اسمها لولا. وجوزة سعيد فنان برضو. وقعت وكانت لفت العالم. فجات اينا وقعت من الترابيز. حصل الله كسر في العمود الفقري. ايه. هو الترابيز. شلل غاية الان. الترابيز ما بتحطش تحتين شبكة. يعني بشوف برسعات. فيه شبكة بس ممكن تقع غلط. خلاص انتحت. تقع بره شبكة. يعني فيه ناس ماتت. واختي اه لولا مش لولا لغاية تلاقي. بس قصدي هي ممكن تقع بره شبكة. ده قصدك. لا ايه. على الشبكة. بس يزلت غلط. الغلطة على عمود الفقري خلاص يعني. طبعا. وليه اخت تانية كان بتشتغل برضو. اه تمشي عالسلك. وتان فقرات جامدة جدا. مجدة. وسافرت الصين وتعلمت بره وجوم هنا. يعني. هو حريك ليك كم اخته اخ. لا كسير. مشاء الله ربنا نزيدك بس. اه بس. انا عارف ان تبتخليفه كتير. صاف صافه. لا بس اصلا كانت كم معا. انت عارف انت عارفة لو قلتلك انت مش هتصدق. يعني مستغرب ان انت جايبك نين بس يا عمالا. اه. لا انا كده حلوة قوي ربنا يخليهم يا رب. اه. كم اخوة? انا مفروض اه. كانوا خمسة. وانت ست. اه. لا خمسة بي. بي. وكلهم كانوا بس. اه اتواف سعد اخويا اللي رحمه ومحسن. وامعنى وليلي ربنا يشفيها. اه. لولا بقى من ام تانية. لأ ده حوالي تلاتين بقى. ما شاء الله. اه يعني بس ايه. والد حريك سوين? حنا في حسن. حنا في حسن. مش الحل. مش الحل. لا ماما الحل. اوكي. ماما بيه سعد احمد الحل. اوكي. فحريك وقدة اسم الحلو من ماما. او او. اوكي. فعايز اقولك. انا في منهم ما اطرفهمش. لو شفتهم في الشرع مش عارف. او الله. مكانش في اياميهم انظر حولك والكلام ده. لا مفيش الكلام ده بابا كان. وحسنينهم محمدين وكرا. بابا واقع. بحضرهش كلام ده. تلاتين اخ وقف ما شاء الله. لكن اخواتي اللي هم خمسة من ام واحدة. وكلهم كانوا في السرق. لا مش كلهم. يعني في منهم كان غوي مزيكة. اتنين اخواتي. الله يرحمهم. تلاتة ومطوف. وانا وعادي الاخوية. مجدة في السرق. مجدة اللي هي لولي? لأ. لولة بقى من ام تاني. من ام تاني. اللي هي وقع. اللي وقع. ربنا مش فيه يا رب. اه. هتتلغبت. الهالم انا نوع من الموزيعين اللي بركز كويس قوي مع الضف بتاعي. لأ ما شاء الله. بس انا فشلت. يعني خلط. انا طهت. يعني انا مش انا. طيب. اه هنتقل الى فاس ونرجع تاني. نكمل بقى ايه بعد اه الترباز. اه عادنا قديف الترباز وروحنا فين بعد كده. وان شاء الله يكون الاسد لسه مجاش عشانا. بني وبني مروش اوي من فكرة. نبعيه. ده هو اسد. ده هو يجيلك اسد صغير ما اتخبش. ملا يا كتر خير. مردتش اجيب لك انا مونجي. ولا زغدانة. ايه يا دي لاي. لا. طيب. نطلع فاس ونرجع لكم تاني. تعال نشرب شاي. مع مراد مكرم. على نجوم اف ام. ونجوم اف ام تيفي. طيب وير جانالكم تاني. وآآآآآآآآ مروضة القصود. انا اعلم اهم مروضة القصود يا جماعة. انتو مش فهمين لحساس. يعني لا وهي قلة وصغنونة وبلونداية كده. يعني. بيتقالش عليها بتتعامل معها حتى يعني جهوشة. اه. انما الستة دي انا شفتها من تمن تسعة سنين بتدي للاسد بالكرباج ويفتحش بقه. بتحش بقه. يعني لو احنا بمقربش الاسور. انا عارف لا جنبها انا عارف. اه لا يعني احنا ايه من فرقة بس كده مجرد بس ان ايه احساس. اوك. يعني احنا او موجودين. اه ما نفعل. لا لا انا عارف ودي. اه. ودي حريكة حكيتيني من عشر سنين. اه. الحيونات دي حياتنا يعني. اه اه. احنا وصلنا لحد اتجوزت. اتجوزتي وعملك فقرة للتراباز. بعد كده بقى. مخفتيش طيب لما اختح هذيك وقعت. ولا ده كان بعد. لا ده حاجة تانية. اسمها العقلة السبتة. اوك. يعني اختي كان تراباز كده. انا كنت العقلة السبتة وكنت عحط قرسي وحط رجل على رجل وعمل اغنية وقول عليها سركة انس. يا سلام. وتشرف بيكو يا حضرات. من اصغر اللاعب للبطلة للبهل وانات. بزمة ده مداربة اسود. كل ما تسقفكو يشجعنا كل ما حنزر افدعنا اسركة انس. وتشرف بيكو يا حضرات. امسكوا اعصابكم دلوقتي شوفوا بعمل ايه. الكرسي ده هو فوق العقلة بسند رجلية. ودي حركة من اللي احتداشكم ضمن الحركات سركة انس. وتشرف بيكو يا حضرات. وشعرنا نشرف اوتنا لو رحنا بعيد. ونرفع عن كل الدنيا طول الاوقات. وسركة انس. وتشرف بيكو يا حضرات. لا 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 لا. طيب قولي لي. اه اه. كالجميلة. كالجميلة. طيب. اه مين? اه مين? اه واضح ان فيه صناعة جوه السرك غير الجزء بتاع الحيوانات. يعني حلاليك اللي انت بتقوليه ده حد كتب الاغنية دي? مين دي كتب? ايوة ايوة ده بيقولوا ان لا تقريبا كان استاذ عبدالوهاب. استاذ محمد عبدالوهاب. لاني الاغنية دي كانت لحد مغنية عندنا في السرك. كانت. اسمها وفاق ابو غدادي. واني كنت بحب الفقرة دي. فكنت بتفرج عليها. فلما جيت اتجاوز تبريم وفاق ابو غدادي سافرت. اه انا خدت الاغنية. لان اغنية حلوة جدا. بتشمل كل حاجة. انما عمتا الموسيقى اللي تتلاقي بجوه السرك والاغاني والكلام ده. ده ناس بتألفه ولا بتوب حاجات جاهزة بتاخدوها وتستعملوه جوه السرك. لا لا مش كله بقى. يعني كل واحد بيختار اه مزيكة. مقطوع. اه على على المهنة نفسها. زمان كانت الفرق بتلعب جوه سرك صح? ما كانش فيه بقى موضوع الدي جي والكلام ده. كانت حلوة بس انت عارف دلوقتي طبعا انت بتجيب دي جي عشان تكلفة عالية. اه. وغير بقى تكلفة الاجانب والمصريين. المصريين بقوا عندك دلوقتي عشان يجوا اشتغلوا معاك. تكلفة عالية جدا. فاحنا بنتطلع جيل جديد وبنعلمهم يعني احنا النهاردة. تنشيط سياح. يعني انا بقى انا 25 سنة انا وبناتي بنسافر برا. ده ابو كاميليا بنسافر برا نختار فقرات. اقوى الفقرات ونجيبه ونشتغله. بعلم المصريين منهم. من فقرات دي. بيجوا يتعلمه لان لازم اجيب جديد. يعني قبل ما نكمل تاريخ حضرتك كفاتن حلو. عايز نقطة كده افهمها بما انك جبتي لسيرة يعني. فضل. طب احنا سيرك عندنا من الف تلينمائة ستة وتمانين. ما زلنا ولا تسعة وتمانين. ما زلنا لحد دلوقتي بنجيب افكار من برا ونتعليقها في مصر. احنا ليه ما فرخناش افكار? احنا ليه ما طلعناش افكار معنا. يعني السيرك عندنا من قديم الازل. من 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 ايام الخديو اسماعيل. ليه ما زلنا لحد دلوقتي نبعت ناس تشوف الافكار اللي اتعملت برا ونيجيبهم هنا يلعبوا ونعلم المصريين طب احنا نطلع افكار. تمام يعني احنا لما ابراهيم الحل والله يرحمه كانت وقفة بنقدر نعمل مدرسة ساك. فانا بجيب قبرة من دمني اللي هما بيبقوا فقرات وبنطلع جيل جديد من المصريين عندي. بس كل ده انا لوحدينة. ايد لوحدة. انت اقفر. فلازم الدولة كمان تقف معنا. زي ايام عبد الناصر. كان جميل. عبد ايام عبد الناصر. طبعا. من الدراسات اللي انا عملتها او القراءات اللي عملتها قبل حالة بتاعت حلواتك. تمام. كان انه زي ما كان بيستقدم الخبراء السياسيين والاستراتيجيين وكده من روسيا. جاب خبراء من السيرك الروسي. ما هو ده بقى اللي احنا عملناه لما احنا كنا بنقجر السيرك. ايوة اللي اتقطعت. يعني الخبراء جنف الستينات. ايوة. المفروض بقى احنا دلوقتي انه بقى احنا للخبراء. لا لا. تكلفة عالية. يعني الدولة دلوقتي اه الموضوع كبير. اه الدولة مش عارفة تعمل ايه ولا ايه صحيح. انا معاهم. الدنيا اه صعب. بس احنا كمان محتاجين. يعني محتاج انا مثلا بروح اقجر اراضي. الاراضي اللي بقجرها اه 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 بقى محافظ يقف معنا يديك بسعر رمزي. يا لان انا بروح خدمة ثقافية طرفية. طبعا. يعني انا بعد اه يعني عندك السيرك في نادي الشمس الرياضي في مصر الجديدة. انا بنخدم انا وداب وكاميليا المنطقة الشرقية دي كلها. لا وحياتك لان كنت جايلك من زمالك عامية. من عشر سنين كنت جايلك من زمالك. طب حلو. اه. اه. عشان انت اعرف ان عندي حاجة حلوة. صح. وحاجة ما بنستخفش باقولي الناس. زي الناس التانية. اي واحد بيعمل قماش ويقولك انا سيرك. وتحصل عنده كوارث. المفروض الدولة توقف في القصة دي. هنيجي لحتة دي. حقيقة. طيع. هنيجي لحتة دي. لكن احنا يعني عندي. يعني فكرة انك ما تدريش لوحدك تقومي بمدرسة سيرك وتطلعي. طب ما انا عاملة. ده لعصدك يعني. انا عاملة لوحدة. ما لانا تكلفة العالية دي ازاي. ما ده دمار برضو. لينا. ايجار الارض في نادي الشمس. المفروض دي. اتاخد حق انتفاع لينا. وبسعر رمزي. هو نادي الشمس نادي حكومي او لا خاص انا معرفش. لا اه. وطبع الشباب ورياضة. طبع شباب ورياضة. اه تمام. فانت هارضة من ساعة الصورة وكل ده بيكون عليك يعني. ليه انا ما جيش تعالي يا فاتن حلو. انت اسم زي برا كده. ما كان السعودية عايزاني. اعمل سيرك هناك دائم وطلع من اه اه هناك في السعودية كده وفي كويت حصلي كده. ده بس ازاي ازاي بغى في بنات في السيرك ويعملوا واكرمه. لأ لأ لأ. اه انا رحت للسعودية بس مش انا. يعني روحنا في القبر ودينا رجالة فقط ده اللي كان عز يعني عز يعني رجالة بس في دلوقتي يعني السعودية فتحت في دلوقتي ممكن تروح رياض لا المدينة جدة ممكن وبعدين ممكن نشتغل للسيدات نشتغل سيدات للرجالة نشتغل للرجال عادي فهاش مشكلة نرجع هنوصل لكل دعم لأي شيء لسه حلقة طويلة بعد التراباز عادنا قدي بنعمل التراباز وروحنا لأيه بعد كده عادت حوالي سنتين وبعدين بعد كده عادت زن بقى على دماغي برعيم انا عايز ادخل معك في القسود عادت شوية كان قلقان علي دخلت بقى لا كنت لسه مخطوبة فدخلت معي كان السيرك الحكومة في اللي هو السيرك القوم اه كان في العجوزة لا مش العجوزة كان عامله في العباسية كان زمان كان فيه شغل في العباسية فاول ما دخلت دخلت مع براين عملي بروفا وكده بروفا عليها ازاي دي؟ للأسود يعني ايه بروفا؟ يعني هو فستان بروفك غير لا بقيت ادخل معي بدأت ادخل بروفات معي اه فدخلت وانا مفروض حسب موقف غريب طبعا مفروض ان انا نايمة كده وفيه ثلاث سود بتنام واحدينة يا حففتي ايوة واحدينة يا حففتي وواحدينة بيناموا عليكي بالعرض اه 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 كده انا كده والأسد كده كده بالعرض بالعرض اه لقيت اه اه اسد من ضمن الاسود عجبه طعمك اه بيشمشم لا يا شيخ اه يشمشم دي يعني ايه؟ يعني بيشم شمم حاجة يشمشم دي انا عاجة يكن؟ طبعا هو شمم خوف اه طبعا بيحس اه في مادرة الأدريلين دي بيحسها بيشمها انا كل اللي انا احملته مسكة العصايا وبراين فيه كذا اسد ونمر حوالي عشرين اسد ونمر موجودين موجودين ودول التلاتة الف خمسمائة كيلو حبيبي والله طب تستعملهم ازاي يعني؟ استعملين او انا كنتو عارفة تنفس اساسا بس عاملة يا راجل اه اه عمنانا الجامدة يعني اه اه كل اللي انا عملته لقيت الاسد بيشمشم جاي هنا واح بيبصي في هوشة حطى برفان انا بخيرتي يعني حطى برفان فراح جاي بصيسلي كده وبيفتح بقه وكل اللي انا عملته والتاني شمشم في راجل روحت انا كل اللي انا عملته بقيت بص مبصيسلي كده اه بتعمله له كده يعني الحقني مفيش ثاني خد باله؟ اه طبعا خد باله من كده اه 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 طبعا 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 ابراهيم ده كان من شاء الله عليه يعني كان حساس جدا وفنان وكان عنده كارزمة يعني الاسود تحسي به من بره وهو جاي تلاقي الزائير بتاع الاسد اه 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 وشمال اه 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 هننتقل الى فاصل الاسف ونرجع تاني نتكلم على الموقف ده احنا مخلصنا اوش لا اللي عملتينه كده جالك ده لا اعمل ده كان حساس اوي نروح لفاصل ونرجع تاني على طول تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل الكوميدي اللي حصل برا اه عايز اقولكم ان الاسد مش صغير خالص اه يعني لا مش زي اللي بتتصوره بيه في السيرك اللي هو اللي فحطوا على حاجر كده لا يعني هو اكتشولي اه اولموس طول ماجد مسلا يعني اه اه مش عارف اخشب على الستوديوز اه طبعا الان اسد اه اه اتصور مين ده اصلا الرجل الحالس بتاع مش عارف لي بس هيكو بيجروا منه اه هو عشان مستغرة بالمكان بس 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 غير اللوكيشن بتاع بره ومعنديش اي مشاكل اللي مدخلش الستوديو الحقيقة اه يعني بوس هنشوف هي اخر فقرة بقى اللي بقى فيها الاسد دي اه وغالبا هنعمل استثناء ان الفقرة دي تتقسم على اتنين اه تلاتين ثانية مع الاسد وعندين نطلعه بره وعندين نتكامل تاعي ويفنا عند الحتة اللي التلاتة وسود نمو عليكي بالعرض ولقيتي واحد بيشمشن فيكي ايو التاني عند رجلي والتاني بيشمشن في رجلك وخلاص يعني ايه حم مام اه اه انا دمي يرب اه يعني انا كنت لسه في بدايتي وكان بقى لي بس لا كان اول مرة كان اول مرة اه كان اول مرة كان اول مرة كان مش عارض بروفا بس فكان بيام لي كنت بقى لي شهر يعني ام فحصلت الحركة دي اه اه فروحت طبعا لقت بس اوه حس بقوفي بقى شم ام رغم البرفاق لا اما هو كمان قالك ايه عايزها في ايه الغريبة اللي تحت منه هو المفروض انتو لما تدخله مع القصود ما تحطوش برفاق ما تحطوش اي ريح لا اه هو انا قريبة قوي تحت منه اه اه يعني خلاص فضل يعني ثانية خلاص اه فكل اللي انا عملته انا لما خبطت بقى لابراهيم كده راح ابراهيم جاي جاري اه اه بقى ايه يعني يلغوزوا اه بس هو بالصوت كان ابراهيم بالصوت اه نجيله صوت مكانك خلاص هي مكانك ساب حيطة اللح اه بس ابراهيم بقى الاخر يا بنت انا خلي بالي من نفسي ولا خلي بالي منك ولا خلي بالي في ايه اعودي بقى رياحي وتقول له لا والله ما خايفة طب ماليش سؤال سؤال مستفز سؤال مستفزني شوية يعني انت كنتي هتتكلم الاسد في اول حياتي خالص وكمية الارايب والاصدقاء اللي التاكلوا او تعوروا اه هنتكلم فيهم دلوقتي طب ايه ما خفتيش كل دا ما خفتيش اه بس في فرق بين الفنان اللي عنده احساس بيحب فنه قوي يعني انا شربة سيرك قوي من صغري يعني انا اه حياتي السيرك طب ما تشتغلي مع النعامة يعني ولازم الاسد والنبر يعني اه اشتغلي معاي حيوان تانية طب ما اه يعني طب ما انا كنت بدرب طعبين بس حبيبي طعبين يعني اه يعني ضربت بس حوالي اه سبعمائة فنانة روسية انا ضربتهم على التعبين وكانوا بيسافروا يشتغلوا بيه التعبين اللي هي اللي بتعصر بيه الصعبين العصيرة اه العصيرة اه يعني كنت بخليهم يعملوا اسمهم بايثن الصعبين العصيرة لا اللي هما الاصلة الهندي اوكي الهادية دي الاصلة دي اه مش اللي هما فيه ناس بتصور بيه اه اللي هو البيثن دول اه صعبين اه يعني يسمى وده خطر يعني فيه بنت ماتت من الموضوع ده اه كانت معرفش في الغرداء والأفشار ما حاجة كده يعني يبقى عاصر ويه سام اه لا اوه سام سام مش بيعصر اه ده ده اللي هو بيرفع كده و لا انا انا مش هتغلش اه اوكي اوكي اينما دول هما بيعملوا ان هما بيفتحوا فكهم وياكلوا الفريسة اه يبلعوها ويهدموها جوه اه صح كده اللي هو اللي هو اه لا اللي هو انت قصدك كبرى بقى لكن انت تعال شوف التعبين وهو بيفترس الحمامة امم ازاي يا عبد يعني يفتح بقى دة دة كده انا مرة اه كنت اه ساين بسافر المحافظات برضو ساين فكنت في سواق فة اه بحطله الاكل للاسد للسوري اللي التعبين اللي التعبين بحط برميله الحمامة فانا اغلت برميه وهو في ايدي رح طالع واخد ايدي بالحمامة طبعا عملت ايه عمل ايه عاتا صوت ابراهيم جي حال لحقني دي كانت اول عملية عني يا ابو اه حبيبي هو الحاج ابراهيم الله يرحمه كان شغال بينقزك وما انا برضو انقزت اه طيب يعني كان متبادل هو انقزني وانا انقزت ده مرة النور قطع وكنا من حوالي عشرين سنة كده في الشرقية في بلد الشرقية وكنا بنفتتح بالسرك اه وابراهيم وهو شغال النور قطع دي كارسي والاسود بتشوفه الضلم اه طبعا فهم شايفينه وهو مشايف شايفينه ففيدل هو يندع على بسوته عشان يحسوا ان هو ايه اه متماكن اه فكل اللي انا عملته جريت جبت العربية دخلتها في وس الخيمة ورحت فتح النور ايه ده ايه ده التنشنة ده تويس ان انا الحد ايه ده طيب كان اول حدث موضوع لما لما كانوا بيشمشموا فيك كده وهياكلكي ايه اللي حصل بعد كده برضو فضلت تكمله لا كملت طبعا انا يعني عادت شوية اشتغلت معا شوية بعد من بعد كده منعني لان هو قال لي انا خاف على بناتي كان عندي ذاب وكاملية فقال لي اه انا برضو والان عليك وطب ومين يا رب العيال خليك انت في ايه في الفقرات التانية الصعبين العصيرة الترابيز كده موزيعة يعني اشتغلت بكل حاجة موزيعة فين برضو في السيرك اه لو بتعديمي الفقرات يعيش ايه موزيعة فين انا انا قلت يا حبيت قلبي يعني موزيعة فيل برضو في الفقرات بتعديمي الفقرات فالحقيقة يعني هو كان بيخاف جدا علينا ويخاف على بناتي فاشتغلت كمان تسويق لشغلي اوكي ده كان لسه منفصلتوش بالسيرك بتاعكم لا لسه كان كل ده لسه في السيرك القومي كل ده في السيرك القومي اه اه كنا في السيرك الحكومة كان العجوزة وانا كنت منظفة هناك واندي ابراهيم كين وكان اخوتي اوكي مع بعض وكلكم زي ما انتم متعودين دايما تشتولوا مع بعض بس احنا سالح كام بتديتي السيرك المصري القومي اه بدأنا اكتر من 21 سنة 21 سنة اه اه يعني كنت برضو في السيرك بس كنا بنعمل حاجة انا خرجت وعلتي الشركة عشان اللي نفسي فيه اعمله مايبقاش فيه البريقراطية بتاعت اللي يقولك لا انت يتبع الحكومة وما ينفعش اوكي في سنة 97 بتدي تقريبا اه 21 سنة بس 97 اه تقريبا اه اوكي وابتديتي في نادي الشمس من ساعتها ولا كان في حتة قبل كده لا كنا الاول اه السيرك الحكومة كنا بناخده انتاج مشترك مع الدولة اوكي بس كان شغلي كانت اه كنا بنغير بقى بنجيب فقرات اوروبية اشغلها ونغير السيرك ده تماما بالذكرات برايم اه وكان عندي اه ذهب اه وكاميليا اه كل واحد ماسك حتة اه خدناه بقى انتاج مشترك مع الدولة بس كان غالي جدا يعني كان تكلفة عالية قوي ايه اكتر حاجة بتكلف الحيوانات اه ولا اكل الحيوانات بالوقت الكارسة يا باشا طبعا كارسة انتو بتاكلهم حمير برضو اه اه وبعدين النقرض عشان تشتري انت اه بمبالغ وتأكل في اليوم اه فوق الخمس ست حمير سوري يعني اه تكلفة يعني في عندي حمار بيكلف 600 جنيه و700 جنيه ومرة ما تلاقووش يجيبلك بألف طب حتجيب منين ده كل وساعتي اكل مرة لحمة مرة فراخ مرة سمك فيليه نعم اه اصد ياكل سمك فيليه ده شفته وانا راح روسيا مم لان انا سفرت روسيا وكاننا على طول ابراهيم بيسفرنا اه رحت روسيا وشفتهم بيأكلوا ازي ومعليش هنقاسف وهرجوكي مدتريعيش علي هرجوكي القسود والنمور وكده مالهمش dry food dry food زي اللي هو يعني زي بتستعواضي عنه بالاكل اللحم والكلام ده مفعش مالهمش اكل مصنع لا انا اللي انا ساعد بديلهم لحمة عادية بس مكلفة جدا عشان تجيب كاراتين لحمة انا ساعد بعمل كده يعمل مش سورادي يعني باتبح في الجنينة الحمد لله وباتبحها على طول يعني باطلعو بالدكتور معانا لغاية ما يوصل للحمة عشان الحاجات التانية اي حد في ناس تانية بتاتبعو ترمي في الشارع انا ما انا اعرفش مين يعني في حاجة في الحيوان بتفضل بعدما الاسود بتاكلو كده حاجة ايه واحدة يعني هو بيأكل مسارين بيأكل كل حاجة لا احنا بنشاف فيها يعني في واحد متخصص بيشاف فيها لي الفخدة الوحدية الرجل الرقبة يا دينايا القلب اه يا قلبي بس يا مورا اخر بيقول لحبت لك حمير طيب عايزين اخر فقرة طبعا اللي هي هتحطي الاسد في اخر الكورنر هناك عندك مش هقرب مني خالص ده لسه لسه فقرة يعني اتكلم فيها كمان عن السرك المصري الاوروبي وتفاصيله كلها عايزة اسألك على شوية حاجات فنية تمام بنسمع قصص كتير يعني نسمع مثلا ان الاسد اكثر اه وفاءا من النمر هل ده حقيقي؟ يقول لك الاسد عام شوية زي الكلب والنمر زي القطة لا النمر النمر خين النمر يعني اه يعني اه ممكن يخليك كده مش اخد بالك يبقى متربس زي القطة فعل اه بقى متربس ليك يعني تدريب الاسود اسهل؟ يعني كده اه ارجع مكانك بلاش بلاش الحركات دي يعني تدريب الاسود اسهل؟ اسهل من النمر؟ لا اللي اتنين زي بعض نفس الان طب مين اقوى؟ الاسد طبا اقوى بالنمر؟ اسد لا اللي نمر سريع القفز اه يعني متلحقوش يعني بسرعة ينط يعني زي اللي متلحقوش لا انا قصدي دلوقتي يعني احنا دلما لكن الاسد ما انا عندي الاسد انت هتشوف الفقرة عندي النمر اه اللي بيهجم بسرعة وما بس طبعا هو لو حصل خلاف ما بين اسد ونمر مين اقوى؟ مين لي الغلب؟ الاسد برضو؟ الاسد اقوى رغم ان النمر اقوى اكبر منه؟ لا النمر يعني عارف كدا يمشي ايه بهدوء شوية وساعات طبق يقفز انما الاسد ضربوني؟ الاسد بقى تشيل ملك الغابة بقى داخل بقى حصل الدربة قبل كده ما بين نمر واسد في السيرك علي؟ ده لما بيبقى عايزين فترة التزوج مع بعض ويضربوا بعض؟ اتكرس ومين لي يكسب بقى دايما الاسد؟ الاسد الاسد برضو الاسد؟ حبي الاسود انت يا اقوى مانوت فيهم ده انا برج الحمل الحمل وديع انا الميزان طيب حاجة تانية يقال ان التدريب بتاع الاسود والنمور يعتمد اكتر على النظر العين ايه ازاي بتتعلم لغة العين؟ ازاي؟ بالبصة يعني يعرف انت عايز تقول ايه؟ يعني ابراهيم حصل على دكتوراه في فني وتدريبه اخراج السيرك من المانيا تعرف بيكلمهم بالالماني مدربوا اسوده كده وانا بعدي تعلمت منه ايه يبص ايه هما اسود الماني يعني اولي مش فاهم؟ لا بيكا لا ما هو اول تدريبه تفرق ايه اللغة؟ لا عشان الناس بس ما تسمعش يعني عايز يقول له تعالا هنا روح هنا كومون زي ايه 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 إيه ايش بيه ايش مزيداتش ايش مزيداتش ايش بايه يعني في ايه ابراهيم كان ليه كارزمة بصراحة في الفان طب برضو نرجع برضو لغة العيون أزاي هل لازم يبال عيسد معاك من صغره عشان تفهمي بالبصة ويففهمي بالبصة؟ طب افرد ما بصلكيش رفض يبصلك لا ما فيه بالصوت انت بتكلم معه بالصوت يعني زي مكانك قاض ارجع كده ايه ده هو بيفهم النبرات ويفهم مين ده ده اللي مربيه بقى ده اللي بيخاف منه يعني ممكن تعجبه بايه بقى مسلا ما تدولش اللحم هو ده العقاب طب هيتعصب عليك لانه هيجوع هتديله بقى عمل فاكرة كويسة بتديله قطعة اللحم بتعمله باللحم في التدريب احنا بنحط حاجات كده اللي هو ماشي وحط اللحم وتديله بالتدريب عبرفو عملت هتاخد القطعة اللحم وادخلوا بقى ايه يكون جعان شوية عشان يعمل عشان ياخد اللحم لو شبعان مش هيسأل فيك شبعان مش خلاص مش هيتعلم ايه ده ايه ده بجد طب بتاخد اديه تدريب المدة تدريب الاسد كتير والله قد ايه وتعب يعني شغلنا بس بنحبها يعني ممكن كل اسد حسب الزكاء يعني في اسد زكي ممكن مسلا في سنة خلاص يخلصلك التركات وفي اسد بقى يعضي دواخك ويبقى مزرجن بقى بقى مزرجن شعايز يعمل الاسود اللي بنتعامل معهم في السيرك بيبقوا جايين من الغابة ولا بيبقوا بريدد غابة مايشتغلش مايشتغلش لازم يكون انت بتربيهم عندك وتشوفهم خلفة من عندك بتشوفهم اه انا من عندي خلفة اوكي مع اللي هم كانوا بتوع ابراهيم الله رحم في منهم بقى اللي توفى وفي منهم اللي موجود وفي لأ بني فينهم فين في الجنينة بقى اه يعني ملوش معهمة المعايد بوس انت ممكن تحفر وات بس لازم تبلغ عشان دول يعني مكتبين على اسمك اه طبعا لاني ليهم شهادات وكل وحبة كل اسد بشهادة وكل اسد باسمه احنا عندنا اوراق عشان كده بتداريت صفري بيوم اه طبعا لنا سايتس وانا ورحت البحرين شغل في البحرين في ابو ظبي اربع سنين ورابعت كانوا في مهرجان هناك واخديني اه البحرين خدوني في مهرجان اه سعودية اه ست شهور في اه القبر بس ما طلعتيش تقدمي بقى سودك قبل كده انا لأ كنت بشغل لا القسود صعبة قوي ما بتطلعش سعودية لازم تاخد حاجة اسمها امر سام من العلا الملك من الديوان الملكي لازم لا لا انا قدمتيش عروض بقى سودك قبل كده في اوروبا في اوروبا لا اوروبا لا دايما الدول العربية لا لا الدول العربية لكن اوروبا انا روحت اتفرقت يعني فيه مهرجان وانتو كارلو كان ابراهيم الله يرحمه وكان استاذ احمد سالم الله يرحمه كنا واستاذ امل خلي وكنا بنروح كان ياخد ابراهيم معاه نقود نحضر مهرجان وفيه تحكيم يبقى من مصر ابراهيم الحلو تحكيم يحكيم اه يحكيم ونشوفه اكبر مهرجانات وسركات روسيا نفسك طيب وهل ينفع خبير مثلا زي حضرتك هل ينفع انها هيك تسافري كشخص تشتغلي على اسود ونمور حد تاني لا لازم تكون انت المربيعه تمام لان دم تربي عندك وانت كل واحد بقسوده مش اي حد يدخل على اسود حد اما فيش حاجة اسمه مدرب يروح لكن ممكن ادخل مع حد يعني مدرب يعني انا اه مدرب الاسود اللي في روسيا اما وريته الفيديو بتاعي اه عندي الاسود دكورة ونط فيش حد بعمل كده فقال لي انت زي تعملي كده انت مجنونة طولوا ليه كان امها متخصصين في يعني كان مدرب خطير اتفرجت عليه هناك فقلت له أنا بعمل كده قال لي غلط انا بقى متعلمة كده من ابراين المفروض يعني الدكور اه اه انا عمله دكر ونتيا كله بيشتغله مع بعض ده خطر الاختر ان ازي انا اشتغل كده هو بيقولي انت ازاي تشتغل كده في ناس بقى تانية بيجبوا يا امان ذكورة كلهم يا امان ناطي كلهم ليه؟ عشان ما يحصلش فترة التزاوج ويشم مكانه وولتا تبقى فيه قطور طب بعد ما قالك كده ما غيرتيش؟ لا برضه بشتغل بيوم الله؟ ده انت غاوية بقى؟ طب سؤال تاني ايه اسهل في تدريب الاناس ولا الزكور؟ لا الاناس اسرع الزكور بقى تحبني يعني عارف تسمع كلامي برضو يمفهم ازاي طب طب عليها التوت تتمسع فيها لا 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 كده اه والله هو يفهم هو يفهم ده انا عندي اسوك جديدة اه دهب اه بتم بروف عليهم وبتدربهم ان شاء الله تفتح جديد لازم تجي تتفرج عليهم طبعد ده اه مش متخيل عشان هي بتأكلهم تحميهم جيبلهم الشاور مش عارف ايه تقف عليهم يعني غاوية زي باباها كده يقف علي كل حاجة في كاميل يا غاوية خيول يعني كاميل يا بنتي وبدأت زكاية دي زكاية ب wieكم اه غاوية خيول لك الاسد بفرق ان المدرب بتاعه ده رجل اونسة او زكر؟ هو يعرف المدرب بتاعه رجل اونسة؟ او طبعا. مش حطة لحمة قدامه خلاص؟ لا 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 يشعر لا 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 بيحسه وبيعرفه ولما بيغلطه بيبقى عارف غلطته ويبصي لك كده يعني ايه انا لما هاجم علي مرة اه فجأت يعني فجأت لقيته من بره القفص هو في المشاية عملي يحضن فيه ويعملي دماغه كده وطرية سلام وجوه حضنتيني وكدت عتموتني يعني طب ليه؟ اه فيه اسد بيبقى زاكي يعني مندي ده زاكي شوية بيوريني انه هو ايه يعني خلاص بقى انا ايه كويس اه يعني طلعيني متخفيش اه انا كويس معيك اه وبحبك و اهو هايتي اهي دي الفيديو تعالي تفرج عليه طيب ونشرع عشان قبل ما الفقرة تخلص نشغل الفيديو ده ده الفيديو اللي تعبتي فيه اه ده اه ده اه نعم نسكو مدن اسكو مدن اسكو سرش فيها سوقا تطيبدي ده عشي اولا صفا ايها تعبيني اشتراك اشتركوا في القناة كانت اخر فكرة فهو اللي نط عليا بص بص هو بيعمل زي بص بص لا ده تربص بقى اللي برا قاعد يصوت يعني عمان يقول خلوا بالكم انا مش وقدة بالي بص بص اه اه بيعمل السعادات لغاية ما عامل كل بص هنا اه ده مش صغير اه ده اه لا ده مونج كبير يعني ولسه معاكي مونج اه معي ما حرمتيش لا بجد ده متحرميش طيب هوا هم عمله كده هو هننتقل الى الفاصل ده الفاصل الاخير ده مش فيها هننتقل الى الفاصل الاخير وبعدين نرجع نتكلم على الحوادث الشهيرة في حياتك مش ليك انتي بس للناس اللي تعرفيهم كمان حوادث كتير قوي سبقل عنه وهنتكلم على السرق المصري الاوروبي وهندخل الاسد لمدة 30 سنة اهو ابوص دواف الرجلك يعني بصي انا راجل برضو مانيش خواف بس مانيش يعني مش هقعد جنب الاسد يعني بس غير والله سوانا ان ايه دوره وشارفين بسيكوه احطه لكن هنا فيه هو مستغرب هو مستغرب انتما هو هنا عايزة يستغرب برضو اه ما انا عشان كده عايزة يدخله عشان ياخده على اللوكيشن ادخلين ياخده اللوكيشن طب ممكن نجيبه جنب ماجد عشان يعني طب وليه ماجد عيجري مش هياملين حيزة ماجد موزوز كده انا مشكلتي ان انا مليان لحمة انت جميل انت عمر انا انتقلي رباصه ونعلكم تاني امرنا لله تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي ورجعنا لكم تاني مشاهدينا واللي بيتفرج دلوقتي ومستمعينا اللي بيتفرج دلوقتي على التلفزيون شايف معنا اسد قاعد على الترابيزة يعني عشان اقول لكم هو طوله مثلا طول اه 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 ا اصببا الاسد لا باسد ده مش 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 ده اللي انت بتتصور معاه في جننت الحيونات لا ده اكبر حابتين اه 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 في السرك المصر اروبي بنادي الشمس بنادي اه بلظة مش جننت الحيونات ايه او اصلا يعني انتوا عادتكم لا فيه بيب يبقى ساعات صغيرة اه البيبي خالص ده هذا البيبي بيصور مع الاطفول لا ده جدير شوية يعني عايز اقولكم ان دراعه طول دراعي اه مش عاصل جب كتير هو أمور جداً يعني من بعيداً داولد ولا بنت كوبر داولد كوبر داولد وهو واخد عليك طيب انتو شفتوه الحمد لله هو رايح اهو بيتطبطب عليه وبيلحظ في المايك ممكن ايه يكون لا اوعى تسيبه اوعى يعني بص خليك حلو عشان ايه مش بقولك انا ملز لز ومش هيسبني خلاص اتفرجته على الاسد يا جماعة اسد جميل اتفرجته فاتن فاتن حلو بتبوسه وتلعب معه ازاي يلا حلو اوي اهم حاجة ايو هديني ضهرك انا انا ما انا مش عارف اتكلم كده طول ما الاسد دا دا ديلو وصل حدا عندي احنا هننتقل الى فاصل سريع اوي مش اغنية كاملة حاجة صغيرة نطلع الاسد بالستوديو ادي كو شفتوهو خلاص عمان اللي علينا وانا مسكت نفسي والله دا الحمد بالله النواق اه الحمد بالله طب انا ممكن اطبطب عليه ولا يقرمني تعال انت وصوروا بقى لا لا تصور مين امشو تصور انا ممكن اطبطب عليه ولا يقرم ايوه طبطب طب انت بس كويس؟ انت اسمك ايه؟ حميب حميب بس يا بابو يلا ننتقل ننتقل افاصل بسرعة ونرجع لكم تاني دا بيتطور تعال نشرب شاي مع مراد مكرم على نجوم افقام ونجوم افقام تيفي ونرجع لكم تاني والحمد لله ما تقطبش مني اي حتة كل سليم الحمد لله يلا نرجع تاني الاسر سغنن سغنن بس برضو بقوا يعني بقوا لا اوه اوه ما شاء الله يعني الفصيلة بتاعت الاسود دي انت اللي جايباها لما انفصلت وعملت المصر الاوروبي جبتي الاسود بتاعتك ولا اشتريتي من هنا اشتريتي كل حاجة من برا كل حاجة الفصيلة بتاعت الاسود دي جايبنين لا دول اساسا كان عندي الفصيلة بتاعتهم اللي هي كان ابراهيم الله يرحموا سايبهم لي اوكي بعد كده بقى انت بتعمل تزاوب حل بس الفصيلة اصلا جايبنين افريقية ولا امريكية اه اه من افريقيا طب افريقيا اه اوكي هما اقوى اصود في افريقيا المشكلة ولا في اه جميل لا وفي في اسيا وفي روسيا احلى اصود في روسيا فعلا؟ جميل يعني احلى اصود شكلا الشكل والاكل والحياة نفسها ده تشوف الاسد كده انا روحتي شوفتهم في روسيا ده على اصد الاسد عندك كده يعني ما هو كده راقب اه كبير بس الاسود بيتغزوا طبعا كويس المناخ نفسه اتلاقيش عروم كده وليهم شكل كده مالكة غيمة طيب قررت انك تعملوا السيرك المصري الاوروبي عشان تقدروا تعملوا اللي انتم عايزين بالزبط صح ولكن كان فيه من الناحية التانية رزق ان انت هتشيل المسئولية كلها بقى وهتشيل الفلوس الكلام ده لا ما احنا كده كده من زمان احنا اللي شايلين اسف التمويل بيجي منين من تذاكر بس ولا فيه تمويل تاني منين احنا يعني يعني بداية الواحد كده ان احنا عملنا اول مرة قيمة وبعدين عملنا الاسود مسكت ذهب في السيرك الاوروبي في نادي الشمس كاميليا كانت مسك الشيخ زايد بس الشيخ زايد دلوقتي اه اه افناه خلينا دلوقتي نادي الشمس وفرق اسكندرية خلصتو خلاص ده بي بطموص على السيف السيف والشيطة يعني شوية يعني قعدت ستة شهور بس اه بعد كده بتاع اسكندرية حيسافر على المينيا افتتاح في المينيا تحت رعاية محافظة السيد محافظة الماني بعدين عندي ان شاء الله السويس بس نفس السيرك الدائم بتاع نادي الشمس الدائم و بتاع نادي الشمس راهيب يعني لما مثلا تحت رعاية المحافظة الفلاني او المحافظة الالاني ما بيساعدوش اه 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 مثلا ان الارض تبقى بلاش او او يجبلك اه اه من رجال اعمال في المحافظة او اي حاجة والله بص اقولك حاجة ده كان فعلا بيحصل زمان اه كنت باخد الارض بلاش اه ما بدفعش اي حاجة فيها وكان بيجيلي كل المراكز كل مركز ياخد حفلة اه ده الحقيقة المحافظين بتساعد فيه لانه بتعمل تنشيط وخدمة ثقافية ترفية الناس لنفسها ليه؟ انت بتبعدي الناس تفكيرها عن اي حاجة تانية الناس ما يعني الناس هتخرج بتليهم بالثقافة اه فانت احسا ما يتلقوا بحاجات مدرد انا روحت المنية دي بقالي ما كانوش لسه كانوا يعرفوا يعني ايه سرك اطفال صغير قد بدخل فصل فصل والله واقول لهم سرك يعني ايه سرك اطفال صغير ويقولك بعد كده يتفرجوا عالشو اجيبهم بقى الاول اجيب من داو 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 قبل بلاش كده حفلاليهم لغاية ما باقوا ادمان عندهم السركة فتن الحال فالحمد لله دا بالنسبة للبلاد والمحافظات اسيوت المينيا لقصر اسوان انا اسوان اخر مرة بس انا يعني جاتلي زبحة وكده وعملت خمس دعمات في الالت خير خير لا اه ايه لكن اصنجي حياتي بعد الشر عليك وطنطا حصلت في الكنده اه اقاررة انا نادي الشمس اه شغال حاليا ماردان جديد جاي بقى فقرة موتسيكلات حاجة جامدة قوي اه في فقرات جديدة جاية انت بيجي بيه ناس من بره صح? اه للأسف ليه لأسف لين؟ اه عشر دولار اه ايه دولار مصيبة يعني طبعا يعني الدولار لازم يبقى فيه حل لان احنا النهاردة بنقولهم ان البلد امنة بتخدهم فسحهم اول يوم الاهرامات اول يوم البلد يجوا فيه ناس لأول مرة ينزلوا مصر مبسوطين بيسافروا بقى بيكتبوا بيقولوا ان احنا رحنا او السيرك كذا طب وزارة الثقافة مش معنية بالسيرك عشان قطاع خاص بالسيرك بتاعك لا بالعكس انا باخد موافقاتي من وزارة الثقافة طيب قصدي مفيش تجدية من وزارة الثقافة يعني انا معايا بص هو المحتاجين كتير بصراحة احنا يعني اولا انا اتكلمت قبل كذا كذا مرة وقلت اتمنى يعني انا عارفة العيب اللي عالدولة كبير بس اتمنى ان احنا يبقى عندي حتة ارضة قدر اعمل فيها سلك مدوبيش فايجار يعني اه يعني ان انت المرضة انت بتخدم ناس كتيرة طب اقولك فكرة بقى قلت لرايس قلت لرايس قلت لرايس لا لا فعلا بعدت لسيادة الرايس اتكلمت كتير بقى هاتة سيادة الرايس اللي يكون فعونه طبعا طبعا اه وقلت له اتمنى اه حيت الارض في العصامة الاجبارية كده احنا عالت الهلوة يعني وانا تحبتها اتمنى بس يعني الارض تبقى بتاعتي يعني مش كفاية عليها اعمل قرية واعمل مدرسة سيرك واطلع الناس انا انا كنت عاملة مشروع ان اطلع ناس من الايتام يطلعوا اليوم عمل وجاي بخبرة من بره كلام ده انا بكتبه واقوله قليل ناس تقلده بس ما بمش مش بنفس الفكرة مش بنفس الفكرة انا اعملها الدراسة اه في نادي الشمس ايا كان الحرص اللي بتخديه او والشباب الرياضي على فكرة والشباب الرياضي والشباب الرياضي بردو بقوله يعني والنبي براح علي يعني حتة ارضي للن حتة ارضي للن والنبي بيها صاب تسيرك يا بيه طب والله العظيم الثلاثة بعتللي برا والله العظيم الثلاثة بعتللي ان انا روح قاعد ممتعش تسيب بلدك بقى بعد كل ده طبما انت يعني بعد كل التعب اللي تعبتي دك اقول له من فاعد طب خلينا طب عملنا اسمه طبعا طبعا دي بلدنا وانا يعني بعشاكها شكها. يعني حتى رقصت على بشة خير عشان تبعيه. ايه. وقعدوا الاخوان يقولوا ايه? احسن ان هو اللي يا ربي كان موتك. قلت لهم برضو لما انا هقوم هشتغل على بشة خير. كيادة كيادة. وضربت قصود يا جماعة. طيب اه انا بتاهتها تالبات. بت بتغطي تكاييفك ازاي? لعني احنا تكلمنا ان اللحمة غالية قوي. اه. الصيانة بتاعت المشكلة. اتمنى بقى. انا ما يفعش ما اتأكليهمش. ما دي مصيبة. اه. اتمنى بقى من التربية والتعليم بقى. ايه ده ان شاء الله التربية والتعليم تعملك ايه? التربية والتعليم المدارس. اه طبعة المدارس. اه يعني انا مسلا ما بروح محافظة سيادة المحافظة حوقي. طب اقول لك حاجة انا عندي سرق قومي ارخص وبتاعنا. فين ده? اللي هو بتاع العجوزة. طب ما بيروحوا. اه يعني. ده ده السرق ده. ده انا طلع مني. يروحوا ده ويروحوا ده. لا بيروحوا لا ما اقولش مكان واحد. اه اه. اوكي. لا. طب ايه رأيت بقى ان فيه ناس ما لهمش في الشغلانة يا باشا. وبياخدوا جوابات وبتروح الناس اه ليهم. يعني ايه لا انا توهتم. يعني يوميا بيعملوا بالالفين عيل. واني هي فاتن الحيل. وبعد اتعب وعد اشاق وليس كده. وهم اصلا مش مشوه. وانا مريضة كده وبشتغل برضو ووقفة. وباليفة اتمنى. اتمنى. اه بس. فيه ناس كويسة برضو. فيه ناس محترمة. وفيه ناس بتوقف. اللي اني انت بتعمل خدمة ثقافية طرفية للبلد. انت النار ده بتوري العيل بتنمي فيه الرياضة. بتنمي فيه اني ده الفن. ده حاجة راكية. المسرح حاجة راكية. الفن السرك. لان احنا معرضين نفسنا لموت عشان نسعد الناس. صح. احنا برضو عايزين. لا وانتو معرضين نفسكم لموت اكتر من احد تاني. بالزبط. يعني بزيانة الشيطية. احنا كعائلة الحلو. اه اه لنا اسمه بنعمل شغل كويس جدا. الحمد لله. اه. فانا كمان غير ما بعمل القاهرة اللي هو الدائم ده في نادي الشمس. بتلفي في المحافظة. بعمل حفلات صبحين للمدارس. هي عايزة حاجة حاجة يسوقها. عايز حاجة تسويق. تسويق. والله العظيم انا مسكة تسويق الصفح. وبالليل في الشغل. فالحمد لله. الحمد لله. طب اه اي فقرات الموجودة دلوقتي في المصر الاوروبي. اه عندي فقرة اه في ناس اه جاتل المعارضة. اه جودات. على طول بنغير. اولا تيكت غالي جدا. عشان تجيب تيكت من كولومبيا تجيبه بخمسة وتلسطين الف جنيه. يعني ايه تيكت? التذكرة بتاعت السفر زهاب وعارضة. اه اه. بمبلغ خمسة وتلسطين الف جنيه. انت جايبها من كولومبيا بتاع المونسكلات. اه. 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 وممكن يجيب اه من اه فرنسا. من روسيا. يعني انا عندي كوكتيل. طيب. احنا دلوقتي يعني كان فيه فقرة كده انا فاكر البنجي جامبينج ده كنت بتربطه العيال يوم مشدودين للفوق ننزلو تاني. لا لا. بطلتوها دي? لا لا. انا عسيني ابني وبنتي اهي بس اتعاوي احس ان هم طايرينا. لا عندي بقى اللي هي البندول. اوكي. اللي هي بتلب في كده اسمها لعبة الموت طعفة. عندي تربيز. عندي بنيت بتعمل الشرايط. دول روس مش كده? او كرون. اسود مصريين ناقوسة بتشغيل بالقسود لانا في كل سيرك لازم قسود صح وده ان شاء الله هتنزل عشاري جاي بإذن الله بالقسود الجديدة في نادي الشمس برضو ومعها لازم تخافي عليها؟ اه انا خايف قلب الام بقى طب ايه هتو بيوقفالها بره بقى او هتو بي معاها جوه الا اتعبليه الاول في الاول كده لازم ابقى معها شوية هي ما شاء الله جريئة ومتكلمة وتدخل متجوزة ده؟ كاميلي بقى جايبالها ست سود كاميلي عنده اه ده عنده بنتين حلوين جنة وماية طب مجوزها ما بيخافش عليها؟ ما انا بقى بقنع بمقنع يعني الله لا يكون فعونه بصراحة يعني لو انت لو تفرج عليها وتسمعني الله يكون فعونك انت رجعش يدع عشان تقدر يعني ده انا اقولك الشبل ده وقف جمد يقتلكوا انت بقر ممكن يدخلوا معاه اه ده كان عايز تخلصي منه مش تقنعيه اوكي وكاميليا جايبه قسود برضه؟ اه كاميليا كانت برضه ممكن برضه ضرب لها قسود بس قدام شوية هي دلوقتي مع الخيل؟ اه لكن دلوقتي هي الخيول يعني قلت ايه؟ ايه بتعمل شو بالخيول؟ نحاول نعمل اه يعني لسه بتضربهم عندها ست خيول طحفة بيت كلا بتعمل شو بالخيل؟ اه لسه بتضربهم وكده وحتطلع بيوم جديد اه وكل بنتي ليها سيركة يعني في فرع اللي هو هيسافر السعيد اللي هو هيروح للمينيا هيخلص المينيا عيتل على اسيود ان شاء الله على مصر حاسيود فيه ناس بتحب تجري برضه عشان تاخد قبل مني لكن انا بقول خلاص انت يسيرك فتن الحلو بقى لا يعني مفيش مشكلة وهو الاسم كمان المصر الاوروبي بقى مميز شوية واسي واسي ان شاء الله سياد المحافظة تحت رعيته باذن الله في حفلات طيب بس انا عايز اقولك حال انتي عارفة ان دلوقتي الدعاية بقت اسهل بكتير جدا من زمان يعني ايه يعني انتي ممكن حد موظف واحد متخصص فيسبوك وسوشال ميديا يعملك دعاية اللي كان فيك العمر كله تمام وفعلا اه لو تروحي اكتر للسوشال ميديا عنه راديو تلفزيون وبردات في الشارع ومشاهدين يعني ايه بصراحة اه انا سعيدة لان الراديو انت احف العربية بتسمعه بتسمعه انا بحب الافي ام بصراحة بحب القناة يعني بتاعكو نجوم اف ام اه من الحاجة جميلة اللي الناس بتسمعها كلها بجد آه وسعيدة طبعا انا 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 اسعد ويعني عايز اقولك لما شفتك لما انا عارفك من زمان بس يعني لما شفتك المرة دي واتكلمت معاك مش ممكن اقول عليك مدربة اسود!! يعني كبيرك كلاب كنيش مثلا الاحية مش منظر سيدة تعامل مع الأسود الله يرحمه مثلا حاجة محاسن الله يرحمه الله حسنا يعني قوية الجسمانية القوية انما حضرتك سوفيفة اوى مدربة اسود ايه بس انا بشكرك على تواجدك معي النهاردة وارجو ان كل مشاكلك تتحل لانك فعلا بتقدمي رسالة مهمة جدا رسالة فنية مهمة جدا الى جانب السيرك القومي المصري وى جانب اي حدثاني محترف يفتح سيرك كل ده بس هما عشان الناس اصلا بتتلغبط فانا بفاهم الناس بفاكرين السيرك القومي بتاعي ده الحكومة انا سيرك المصري الاوروبي اللي بنادي الشمس والفرع التانى اللي هو في المينيا ان شاء الله يفتح واحدة نصر عايزك ترجعي تفتح لنا زايد تانى مش عارف ازاي بس تفتح لنا زايد خلي حادي يجي يديني ارض بلاش من الرجال الاعمال عايز رجال الاعمال يوقفوا معي وانا مساعدية اطلع ناسي اضرب مدارس زا ما بيدوا وبيراعوا اي مشروع استاذنا جبسي ويرس ياريت انا يحطي ايده في ايدي يعني المشكلة دائمة ان هي الارض استاذ احمد عايز الارض والفلوس والانت انت حايز دعمك بيه عاصلي الارض لو خدتيها ببلاش ده قريدي بيوفر لك مبلغ كده بيوفر طبعا تقدري انت تركيش غير بقى البناء وغير ما تعمل حاجة ياريت زي الفنون كده زي بتاع الادارية والحاجات الجميلة دي يعني مصر حلوة مصر فيها فلوس كويسة مصر ام الدنيا واتمنى ان شاء الله وحتبقى قدي الدنيا زي ما هي قدي الدنيا طحية موشاهدي موشاهدي ومستمع نجوم أفاهم ونجوم أفاهم تيفي ارجون انتوا استمتعتوا بحلقة النهاردة استمتعتوا انت بشوفوني وانا مرعووف جنب الاسد نشوفكم على خير ان شاء الله فالاسبوع القادم فنفس المعاد من تماني للعشرة تعال شرب شاي على نجوم أفاهم ونجوم أفاهم تيفي طبعا انت ل 산جد على شرب شاي مجبتلي شي مشغل شاي على نجومف ام ونجومف ام تي في نجومف ام على كيفك